السلام عليكم انا منيرا من منو دي اي واي بما انها قربت امتحانات الفاينال يعني قرب التعب والسهر والمذاكرة احبت اسوي لكم فيديو عن خمس استراتيجيات او طرق الحفظ بسرعة ان شاء الله يعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب ويلا نبدأ واول طريقة راح اتكلم عنها هي الكلمة المفتاحية وطبعا هذه الطريقة داما استخدمها لما ابغى احفظ اسئلة التعداد مثلا عندي الحين خطوات عملية الرقابة وهي وضع معايير تقييم الاداء الفعلي ومقارنة الاداء الفعلي بالمعايير تصحيح الحرافات ايش اساوي احدد اول حرف من كل جملة وحطها في كلمة واحدة زي ما تشوفون فصالت الكلمة وتمت فلما اشوف خطوات عملية الرقابة ذكر وتمت هذه يساعدني احفظها في الترتيب وساعدني ارتب اذكاري وثاني طريقة راح اتكلم عنها هي الشعوذة وهذه الطريقة داما استخدمها اذا جيت احفظ تعاريف او تعاريف طويلة وفكرة هذه الطريقة اني اجمع اول حرف من الكلمات المفتاحية في التعريف اجمعهم مع بعض لين اكون التعويذة السحرية فا يعني اخر شيء مثلا التعويذة عندي قارا وا تاثا وا فاذكرها في الامتحان يعني ممكن بعض يحتبرنا غبية بس انا صراحة مرة تفاعدني في الحفظ وثالث طريقة راح اتكلم عنها هي الخريطة الذهنية واتوقع الكثير منكم يستخدمها وفكرتها يعني ان الواحد يلخص افكاره من خلال الرسم ورابع طريقة راح اتكلم عنها هي الرسم طبعا الواحد بولاز بيكون فنان او زي كده عشان يرسم عادي الواحد يرسم اشياء مبسطة بس عشان تعلق في المخ وطبعا هذه الاستراتيجية داوت او الطريقة دائما استخدمها لحفظ مثلا مستويات او مراحل او زي كده مرة تساعد الواحد ان يحفظ بالترتيب وخامس طريقة راح اتكلم عنها هي السؤال والجواب اتوقع اكثر الناس يستخدمونها طبعا هي طريقة فعالة مية بالمية وطبعا اتوقع اكثركم يعرفون ميش عني سؤال والجواب ان الواحد بحبه بس يقرأ الدرس يحط على كل نقطة سؤال وهذه يعني سحل طريقة الحفظ او التذكر وكده وصلنا الاخر الفيديو الله يوفقكم يسر اموركم ينجحكم وان شاء الله اعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب اشوفكم بعد الانتحانات واتمنى تشرفوني وتشوفون الفيديو السابق اشتركوا في القناة